بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما في سياق استقبالنا للشهر الفضيل شهر رمضان العظيم حديثنا اليوم سيكون حول شروط تمام الصوم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال السلف الصوم ثلاث درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص يعني هناك ثلاث أنواع منا الصوم فصوم العموم هو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة أما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام أما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الأمور الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله سبحانه وتعالى فهو إقبال بكامل الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غيره يعني لا بد أن نميز بين هذه الأنواع ونحن ننخارط في هذه العبادة الجليلة قال ابن رجب رحمه الله الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة فيترق زينة الدنيا مثل هذا الصائم ليس عيده هو أول يوم من شوال وإنما عيده يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته يقول الشاعر أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجوب فمن صام عن شهواته أتركها غدا في الجنة ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه قال الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فيا أخوات الصائمات صمنا اليوم عن شهوات الهوى لتدركنا عيد الفطر يوم اللقاء لا يطولن عليكن الأمل باستبطاء الأجل فإن معظم نهار السيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب وتمام الصوم وكماله وكلنا نطبو ذلك لا يتم لنا إلا بستة أمور يعني حتى يكون صومنا يعني يكون في صورة تامة كاملة كما يرتضيه الله سبحانه وتعالى لا بد من توفر هذه الأمور ستة الأمر الأول غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يحرم ويذم ويكره قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزقالهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من بصارهم إلى آخر الآية الكريمة وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك فحذاري ثم حذاري من فضول النظر فضلا عن النظر إلى شيطان العصر الذي يأخذ بلب العاقل قبل السادج وهو التلفاز فلا تجرحي أختي صومك ولا تنقصي من أجرك فليس هذا عمل من يطلب لسيامه التمام والكمال إلا طبيع الحال إذا كان فيما يرضي الله من دروس ومواعد باعثة على التأمل والتفكر والتدبر الأمر الثاني حفظ اللسان عن فضول الكلام والهديان والخوض في الباطل والمراء والجدال والخصومة والكذب والنميمة والفحش والمراء والسبب وبذاءة اللسان والسخرية والاستهزاء وإلزامه السقوط والصمت وشغله بدكر الله وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان فمن أطلق لسانه وأهمله وأرخى له العنان سلك به الشيطان في كل الميدان وساقه إلى شفاجر في نهار إلى أن يضطره إلى البوار وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد أسنتهم حتى قيل حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم ولنتدبر أخواتي في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم والكلام عندما نريد أن نعين النظر هو أربعة أقسام قسم هو ضرر محد وقسم هو نفع محد وقسم هو ضرر ومنفعة وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة فأما الذي هو ضرر محد فلابد من السقوط عنه وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضيع للوقت والزمان وزمان رمضان زمان غال جدا وهو عين الخسران فلا يبقى إلى القسم الرابع وبذلك يكون سقط ثلاثة أرباء الكلام وبقي ربع وهذا الربع فيه خطر إذ يتمتزج بما فيه إتم من دقيق الرياء والتصنع وتزكية النفس وفضول الكلام فصل الخطاب قوله صلى الله عليه وسلم من صمت النجا وروا الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مرء صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا الصهر فمن هو هذا الصائم وماذا فعل قيل هو من يفتر على حرام أو من يفتر على لحوم الناس بالغيبة أو من لا يحفظ جوارحه عن الآثام فأما الفرد فقد سقط عنه والذمة برئت نعم هو صمر نصام ذلك اليوم ولا يطالب بقضائه ولا يكفر عنه ولكنه كذلك لا يعاقب عقاب تارك العبادة لكنه يعاتب أشد العتاب حيث لم يرغب فيما عند ربه من الثواب الأمر الثالث لمن طلب تمام الصيام هو كف السمع عن الإصغاء إلى كل محرم مقروه فكل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وآكل السحط فقال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحط وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون ولا حبار عن قولهم الإثم وأكرهم السحط لبيس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم فيا من أطلق أدنه عن سماع أصوات المزامير وأصوات الغناء اتق الله تعالى في نفسك واتق الله في صومك فليس هذا هو صوم الصالحين وليس هذا من يطلب تمام صومه وكماله الأمر الرابع كف بقية الجوارح عن الآثام كف اليد والرجل عن المكاره وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار والحرام سم مهلك للدين والحلال دواء ينفع قليله ولا يضر كثيره الأمر الخامس ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ وكيف يستفاد من الصوم وتكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استقرت العادة بأن تضخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في غيره من الشهور من أكل كثيرا نام كثيرا فخسر كثيرا وفي كثرة النوم ضياء العمر وفوت التهجد وإن تهجد لم يجد حلاوة للعبادة الأمر السادس أخواتي أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا بين الخوف والرجاء إذ لست يدري الصائم أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من المنقوتين وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها يحكى أن الحسن البصري مر بقوم وهم يضحكون فقال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه طاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا فالعجب كل العجب للطاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه الصابقون وخاب فيه المبطلون أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يتقبل منا ويبلغنا رمضان إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر